تعالوا نشوف ردود الأفعال على تصريحات الأخ اللي بيشتغل حاجة اسمها وزير التراث في دولة بلا تاريخ بلا تراث بلا دولة كيان أدان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية سعد سفير محمد العرابي النهاردة بأشد العبارات التصريحات العنصرية والتحريضية الصادرة عن وزير التراث عامي حاي بخصوص موضوع أنه نضرب غزة بالقنبلة النووية وإبادة الناس اللي في غزة أكد معالي السفير العرابي في بيان لي النهاردة أن تلك التصريحات الاستفزازية تمثل خرقا جديدا من قبل دولة الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما تعد تصعيدا خطيرا يضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة العزل الأبرياء خلي بالك ده تصريح عن دبلوماسي وعن وزير خارجية أسبق فهو يعي جيدا ميزان كلماته لما يقولك ده خرق للقانون الدولي يبقى خرق للقانون الدولي ده خرق للقانون الدولي الإنساني يبقى قانون دولي ده معناه أنه لازم تحصل محاسبة يبقى معناها لازم تحصل محاسبة الدبلوماسيين عموما ما بيقولوش كلام لا يقبل التأويلات هو بيخش على النقطة في حد ذاته طيب في المملكة العربية السعودية بيان صدر عن وزارة المملكة السعودية الشقيقة بإدانة المملكة للتصريحات المشار إليها طبعا ده جه من خلال بيان الوزارة رسميا عدم طرد الوزير والاكتفاء بتجميده يعكس اصدراء المعايير الإنسانية والأخلاقية ده بيان المملكة أو ملخص بيان المملكة في دولة الكويت الشقيقة أعربت وزارة الخارجية النهاردة عن إدانة الدولة الشديدة لتصريحات على حد منطقهم أحد وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي يدعو خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وآلت الخارجية في هذا البيان أن التصريحات دي تدل بما لا يدع مجال الشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تماد إلى مرحلة خطيرة وغطرست ووصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية وبتجدد دولة الكويت منشدتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين الشقيق رائع جات الخارجية القطرية الحقيقة واعتبرت تصريحات الوزير الإسرائيلي امتداد للسياسة التصعيدية للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتحريض على جريمة حرب أما من الملكة الأردنية الهاشمية فاعتبرت تصريحات ذاك الوزير بأنها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها وتحريض على الأكل وارتكاب جرائم الحرب إلى جانب الجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة طيب خارجية فلسطين أقول لك خارجية فلسطين أصدرت بيان صحفي النهاردة وأورادته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا التصريحات بتقول إيه؟ إنه إعلانا صريحا ده كلامهم على تصريحات الجدع بتاع الجدع مين؟ ولا يعرف من الجدعان أراض المخلوق اللي موجود هناك إنه أن هذا إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافية الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين صحيح هو أنتوا لسه بتنادوا لسه الأوروبيين بينادوا ولسه الأمريكان بينادوا لسه مجلس الأمن بينادي بتنادي إيه؟ هو ليه مجلس الأمن دايما أسد علينا وعلى البقين حمائم طيب البرلمان العربي الحقيقة أدام تصريحات هذا الوزير الصهيوني بسلطة الاحتلال بشأن إلقاء القنبلة النووية على قطاع غزة وأكد البرلمان العربي أنها تصريحات همجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية شدد البرلمان العربي على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الضمار الشامل لولا حالة الصمت المخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر